للمزيد ينضم إلينا الخبيرة الاقتصادية الدكتور إبراهيم الشمري أهلا بك ضيفي آل الكريم إذن الأحداث تتوالى في فلسطين والمحتلة وغزة كيف نستثمر هذا هناك ربما سلاح الطاقة كيف نستثمر سلاح الطاقة كارتفاع النفط ربما نستخدم عفوا نصرة لغزة نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية يمكن القول أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بشكل عالم سوف تؤثر على جميع أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك منطقة الخليج العربي وأبرزها العراق هي ممكن أن تساهم بامتلاك مصدر الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على النفط وكذلك على مصادر الغاز هذه مصادر الطاقة ممكن استخدامها كسلاح بعد أن قامت روسيا في أثناء الحرب الأوكرانية بتقييد الواردات النفطية أو الغازية إلى أوروبا أصبح العالم متوجه بشكل كبير على منطقة الخليج العربي والعراق لتزويد منطقة أوروبا ورجوع أوروبا صراحة إلى الفحم وبذلك أنه اعتماد على العصور القديمة هذا المجال وغيره دفع بالعالم إلى التوجه نحو العراق ومنطقة الشرق الأوسط لذلك تحاول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أو أوروبا صح التعبير المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة خاصة في منطقة إيران الخليج العربي العراق سوريا إلى آخر توقعات البنك الدولي في هذا المجال إذا دخلت سوريا أو إذا دخلت لبنان على خط المواجهة سترتفع صادرات النفط إلى تقريبا 10% أسعار النفط إضافة إلى ذلك إذا تم دخول إيران أو تم إدخال إيران في هذا الصراع فممكن أن يصعد أو يرتفع سعر النفط إلى ما يقرب من 150 دولار لذلك يحاول الاتحاد الأوروبي ويحاول الولايات المتحدة بالسيطرة على مصادر الطاقة والتوجه نحو الاستقرار في هذه المنطقة وفتح حدة جبهات في مناطق أخرى طيب دكتور الشمري مع تصاعد ربما هذه الأزمة في الشرق الأوسط في حال ربما نفذ الصدر تهديداته ربما بغلق الصفار الأمريكية بالعراق البنك المركزي ربما لن يعطي ربما الدولار النقدي للعراق موقف العراق وكيف ربما ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا الموضوع نعم صراحة هنا يعني التخوف منطقة اليورو يعني أوروبا والولايات المتحدة أنه عدم إدخال العراق وعدم إدخال إيران ولبنان وسوريا في هذا الصراع لأن التوقعات واضحة وصريحة في هذا المجال أنه أي دخول في هذا المجال أو أي دخول لفصائل أو لانصح التعبير لجهات رسمية في هذا الحرب ستؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط هذا من باب أول أما من باب ثاني فإن الولايات المتحدة مع الأسف إنه الخزين من الدولار فهو موجود في البنك الفيدرالي فهي تحاول أن تمتلك هذه القوة باتجاه ردع الاقتصاد العراقي ووضعت بهذا الشكل الهش خاصة بعد أنه وضعت الولايات المتحدة مجموعة من الشروط الذي وضعت بمجبهة تقريبا 14 مصرف تحت العقوبات وتغيير نظام البنك المركزي في 1.1.2024 وهو بحد ذاته يعتبر بداية حقيقية لإبادة النظام المصرفي بالعراق يعني كأنما هو هنا تهديد أنه دخول العراق في أي صراع في هذه المنطقة سيكون هناك حرب اقتصادية مباشرة وبهذا سوف يؤدي نذكر أنه مشكلة يعني خاصة الحركة التشرين والمظاهرات التي أسقطت حكومة سيد عادل عبد المهدي بدأت الولايات المتحدة تلوح بهذا الاتجاه أنها تمتلك القوة في مجال القوة الاقتصادية لماذا أو الجواب باختصار لو تفضلت علينا لماذا العراق لحد الآن يستلم ربما رايع النفط من أمريكا حصرا لماذا تمتلك أمريكا الوصايا المالية وتتحكم بالمال العراقي نعم صراحة هنا هذا يعني وضع العراق أنصح التعبير وضع العراق بهذا الشكل الهش وخروج العراق من البند السابع وعدم الثقة عدم ثقة المجتمع الدولي مع الأسف بالوضع الراهن أنه التخوف من أنه تكون هناك عمليات فساد مالي وإداري في هذا المجال لو تم تحويل جميع الأموال إلى العراق لكن البداء لهذه المشكلة أو الحلول لهذه المشكلة أنه أن يقوم العراق ببيع النفط إلى منطقة اليوان الصيني أو منطقة الرومل الروسي حتى يكون هناك تنوع كبير في الاقتصاد وفي التنوع يعني في الاقتصاد وخاصة في العملة النقدية لكن بما أنه الدولار يعتبر العملة رقم واحد في العالم فيحاول العراق الحصول على هذا الدولار نعم شكرا الخبيرة الاقتصادية الدكتور إبراهيم الشماري شكرا جزيلا على قبول الدعوة شكرا لك